موسيقى نشرة أخبارية جديدة من الميادين أهلا بكم وإلى عنويها موسيقى إصابات خطيرة في صفوف شبان فلسطينيين خلال تصديهم لقوات الاحتلال في بلدة قراء وبني حسان موسيقى الشبكات بين هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث بري في حلب ومن الصوت الأخير تسحب نص اتفاقي وقف اطلاق النار موسيقى عبداللهيان يؤكد لبورل أن إيران ليست أرض الانقلاب الملون والأخير يشدد على أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي التدخل في شؤونها الداخلية موسيقى والوفد السعودي يغادر صنعاء بعد زيارة لأربعة أيام اتطلع فيها على أحوال الأسر السعودي موسيقى أهلا بكم أفاد مراسل الميادين بوقوع إصابات خطيرة في صفوف الفلسطينيين خلال تصديهم لقوات الاحتلال في بلدة قراء وبني حسان غرب سلفيت واستنباء غير رسمية عن ارتقاء شهيدين وكانت قوات الاحتلال دهمت منزل الشهيد قيس شجاعية الذي ارتقى شمال غرب رامالله واعتدت على عائلته واعتقلت ثلاثة شبان من قرية دير جرير تزعم أن أحدهم شارك في عملية اطلاق النار على مستوطنة بيت إيل ما أدى إلى جرح مستوطنة الأعلام الإسرائيلي رأى في عملية بيت إيل تأكيدا لمخاوف تل أبيب من زحف العمليات من الشمال إلى الوسط والجنوب ووفق صحيفة يديعوت أحرانوت فإن العملية تشير إلى استمرار الانتشار المقلق للعمليات على الرغم من الجهود الكبيرة لمنع تمدودها وعزل شمال الضفة ليصف محللون الوضع بجملة الرعب مستمر إلى سوريا حيث يسود هدوء حذر محور كفرجنة في ريف حلب بعد تجدد الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام وما يعرف بالفيلق الثالث ما أدى إلى احتراق مخيم كورتك في ريف عفرين الشمالي وسحبت منصات الفيلق الثالث على وسائل التواصل الاجتماعي نص اتفاق وقف اطلاق النار مع هيئة تحرير الشام من صفحاتها فيما يبدو أنه فشل الاتفاق بين الطرفين هيئة تحرير الشام وما يعرف بالفيلق الثالث كان قد وقع اتفاقا من عشرة بنود لوقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الخلاف بينهما نبقى في سوريا حيث تواصل ولليوم الثاني الجهات المختصة بتعاون مع المجموعات المحلية وبمساندة الجيش السوري تنفيذ عملية أمنية ضد داعش في مدينة جاسم بريف درعة وفق ما أعلنت وكالة سانا وشهدت العملية اشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر داعش بينهم القياد في تنظيم أيوب فاضل جباوي الملقب بأبو مجاهد برقة وأيهم فيصل الحلقي الملقب بأيهم الفيصل خطة لتعافي من أثار الحرب وضعتها محافظة دير الزور تضمنت إعادة ترميم الأسواق التراثية وتنشيط المنطقة الصناعية في المدينة بدعم من المجتمع الأهلي محمد الخضر والتفاصيل يمضي أبو إبراهيم أكثر من تسع ساعات يوميا في ورشة إصلاح الآليات الزراعية داخل المنطقة الصناعية في دير الزور لم يطل غياب الرجل المعروف في المحافظة عن الورشة رغم الدمار والخراب الذي طالها حاله كعشرات فتحوا محالهم بعد إزالة الأنقاض وترحيلها وتهيئة خطوط المياه والصرف الصحي نحن هنا باعتماد على شغل الزراعة مثلا المحركات أو الألب الدنبوري شراق أجباري أو مثلا محطات المياه التصبية كمان نحن شغلنا الشراقات التصبية وهذا هو الشغلنا كمان تعتمد عليها الحمد لله عم يجي فيه لأننا مثلا محل معروف من 50-60 سنة محل الوالد الحمد لله فيه على الخط الشرقي كله عم يجي الحمد لله يجي فيه كلها تدريت ركزت المحافظة بدعم من المنظمات الأممية على إنعاش الوسط التجاري القديم للمدينة تعبيد طرق ومشاريع إنارة وتاهل حدائق جهد يكمله المجتمع الأهلية بترميم مئات المحل التجارية ضمن السوق المقبي السوق الأسواق المقبية هي من أقدم الأسواق وإلها خصوصية عد أهل يدير الزور خصوصية تاريخية وخصوصية بالتجارية هذه الأسواق تحتوي 952 محل اشتغلنا على عاد تأهيلها بشاركة مجلس المدينة منيرة الأثار والمتاحف وأحد المنظمات هذه الأسواق الغاية منها الرجع 952 أسرة لهون السوق المقبي يضم سبعة أسواق أبرزها العطارين والحددين والتجار والحبوب والخشابين وتضمنت المرحلة الأولى من التأهيل إزالة الأنقاض وتجميع الأحجار وتكتمل بترميم كل محل مع الحفاظ على شكله المعماري والهندسي بإشراف مديرية الآثار والمتاحف حجم الدمار الذي طال دير الزور يعطي هذه المشاريع والمبادرات المدعومة من المجتمع الأهلي والمنظمات الأممية أهمية مضاعفة في الطريق إلى إعادة آلاف التجار والعاملين إلى ورشاتهم ومحالهم ولتشجيع السكان على العودة وترميم منازلهم محمد الخضر من السوق المقبي في دير الزور الميادين أكد مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد لا ينوي التدخل في شؤون إيران الداخلية وفي تغريدة له قال بوريل أنه أجر اتصالاً مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبدالهيان أكد فيه الحاجة إلى المزيد من التعاون بين الاتحاد وإيران مضيفاً أن الاتفاق بين إيران وأميركا على تبادل السجناء أمر مهم للأصول إلى اتفاق في المفاوضات النووية بدوره لفت عبدالهيان إلى أن إيران ليست أرض الانطلاب الملون بل هي أساس الاستقرار والأمن في المنطقة وفي اتصال هاتفي مع وزير خارجية البورتغال أكد عبدالهيان أن إيران لا ترسل أي أسلحة لأي طرف من أطراف الأزمة الأوكرانية وإذا قام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران على خلفية الأحداث الأخيرة فأن طهران سترد بالمثل إلى ذلك تهم وزير الخارجية الإيراني أطرافاً خارجيين باستغلال الأحداث الأخيرة لاتباع سياسة إشعال حرب داخلية وصولاً إلى مرحلة تقسيم إيران موقف عبدالهيان أتى خلال لقائه المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران ما يصدق أن وفاة فتاة أمر مهم لهم ماذا فعلوا لقتل أكثر من مليون عراقي ومئات الألاف من القتلى والشهداء في سوريا خلال الأعوام الماضية وعدد كبير من الشعب الفلسطيني واللبناني حتى تكون وفاة سيدة اليوم ذريعة ليفتعل حرباً قومية في إيران بعض مطالب مواطنين محق وتمت تلبيته دائماً وسيتم ذلك أيضاً لكن الوجه الآخر للقضية هو إدخال أسلحة نارية إلى الاعتراضات السلمية وجميعها دخلت من الخارج وليست من ضمن المؤسسة العسكرية الإيرانية في زهدان افتعلوا حرباً داخلية وسعوا لتكون شيعية سنية وحصل أمر مشابه في أجزاء من محافظة كردستان لكن بصيرة علماء أهل السنة ومسؤولي نظام أفشلتهم ونحن بالاندفاع نفسه الذي ندعم فيه المقاومة الفلسطينية السنية حماس والجهاد الإسلامي ندعم فيه المقاومة الشيعية حزب الله والمقاومة السنية والمسيحية في لبنان رغم العقوبات والضغوط وفي طهران احتشد عشرات الألاف من المواطنين الإيرانيين في ساحة ولي عصر وسط العاصمة احتفالاً بالمولد النبوي الشريف وردد المواطنون الأنشيدة الإسلامية المرتبطة بالمناسبة إضافة إلى الشعارات المؤيدة للنظام كذلك تجمع الألاف احتفالاً بالمناسبة في مدن إيرانية أخرى وتولي إيران اهتماماً خاصاً بالمولد النبوي الشريف كل عام والذي يتزامن مع أسبوع الوحدة الإسلامية الذي أطلقه الإمام الخمي أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله سيد إبراهيم أمين السيد أن لبنان حصل على حقه من دون حرب في ملف ترسيم الحدود وأكيداً أن ما حصل هو انتصار في التهديد بالحرب وليس بالحرب لقد حصل لبنان على حقه بدون حرب هذا الأمر لا يستطيع أن يفعله أحد في هذا العالم مع أمريكا وسرين نحن في حالة تقدم وأعداؤنا في مرحلة تراجع ما حصل هو انتصار بالتحديد بالحرب وليس بالحرب فاصل ونعود من جديد أهلاً بكم غادر الوفد السعودي العاصمة اليمنية صنعاء بعد زيارة استغرقت أربعة أيام اطلع فيها على أحوال الأسرى السعوديين لدى القوات المسلحة اليمنية ويتوقع أن يصل وفد صنعاء قادماً من الرياض حيث اطلع بدوره على أحوال الأسرى وتابقها وفق الألية المتفق عليها في عمان برعاية الأمم المتحدة في تونس وأحيان لذكرى التاسع والخمسين لعيد الجلاء أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد على موكب في مدينة بنزرت شمال البلاد وفي حوار مع عدد من المناظرين القدماء قال سعيد أن التونسيين سيصنعون جلاء جديد ليس من قوى الاستعمار ولكن ممن وصفهم بعملائه في تونس والراغبين وفق قوله في ضرب استقلال البلاد من خلال التعامل مع الخارج وأضف سعيد سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا ووسط تعزيزات أمنية كبيرة تجمع المئات من أنصار جبهة الخلاص وعدد كبير من قياداتها وسط شارع الحبيب بورقيبة وتم رفع شعارات تطالب بإسقاط الرئيس واصفين مسار الخامس والعشرين من جويليا بالانقلاب وليلا شهدت منطقتات تضامن والانطلاق في العاصمة التونسية احتجاجات تخللتها مناوشات مع قوات الأمن التي كانت حاضرة بشكل كثيف استخدمت قوات الأمن الغاز الموصي لدموع لتفريق المحتجين وفق وسائل إعلام التونسية فأن الاحتجاجات تزامنت مع تشيع جثماني شاب توفي متأثرا بإصابته خلال محاولته الهرب من قوات الأمن في وقت سابق جمعات الاحتجاج القوى الأمنية أو حملت القوى الأمنية مسؤولية وفاة الشاب تعيش تونس على وقع الاستعدادات للانتخابات التشريعية في السابع عشر من كانون الأول دسمبر المقبل في ظل مقاطعة من أحزاب المعارضة وعلى الرغم من أعلان عدة شخصيات وأحزاب داعمة للرئيس التونسي خوض هذه الانتخابات إلى أن الانتقادات للقانون الانتخابي لا تزال تتواصل مرادة الانسية إضافة إلى المعارضة التي أعلنت رسميا مقطعتها الانتخابات التشريعية المنتظرة أواخر هذه السنة انقسمت بقية مكونات المشهد السياسي والمدني بين مطالب بتعديل القانون الانتخابي وبين من قرر المشاركة رغم بعض التحفظات الرئيس التونسي قيس سعيد تحدث سابقا عن ضرورة تعديل هذا القانون وبخاصة لناحية حذف شرط جمع التزكيات لقطع الطريق أمام استعمال المال الفاسد بحسب تعبيره لكن الانتقادات لهذا القانون لا تقف عند هذا الحد في علاقة بجمع التزكيات 400 تزكية مهيش حاجة سهلة هناك أموال تعطى في بعض الأحيان مقابل الحصول على التزكيات وأحنا نرفض أن نكون مزكيات عليش لأنه يقع استغلال حالة الهشاشة اللي فيها المعنيها النساء نحن مشكلتنا مش كانت تزكيات مشكلتنا الناس اللي استعملت المال الفاسد في التزكيات نفسهم مش يستعملوا المال الفاسد في الانتخابات وهذا ذلك كان بشتواصل نسق بالوطير هذه وحفاظها مننا على مسار خمجوينة رانأحنا نهدو بمقاطعة الانتخابات هذه التشريعية شخصيات مدنية وسياسية تحذر من أن الموضية في هذا المصاري الانتخابي وبالقانون ذاته سينتج برلمانا مشتتا وقد يكون بنسبة كبيرة خاليا من النساء إضافة إلى أمكانية صعود شخصيات فاسدة وهو ما يتعارض مع خطاب الرئيس قيس سعيد لذلك يرى مراقبون أن تأجيل الانتخابات قد يكون الحل الأنسب لتجنب هذه المعويقات الحل أو التوصيات التي نجم قدمها اليوم هي خاصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعني لو في مجال لمراجعة كل هذا الأمر ومراجعة حتى تاريخ الانتخابات فذلك هو الأفضل دعوات لم تمنع أحزابا وشخصيات موالية لمصاري الخامس والعشرين من جويديا من الانطلاق في التحضير لخوض هذه الانتخابات ولسيما عبر تكوين الجبهات الانتخابية والحديث عن ضرورة أن يكون مجلس نواب الشعب المقبل فاعلا ومختلفا عن السابق من الواضح أن المسار الانتخابي لا يحظى بقبول واسع بين الأوساط السياسية والمدنية فإلى جانب الرفض القطعي من المعارضة لكامل المسار السياسي فقد تصعدت أصوات من هنا وهناك تطالب بتنقيح القانون الانتخابي أو حتى بتأجيل الانتخابات مراد دلنسي تونس أهل ميادين أكد رئيس الحزب الشيوعي الصيني أن بكين لا تستبعد استخدام القوة في قضية تايوان ولكن في حال محاولة الانفصال أو التدخل الخارجي فحسب في غضون ذلك أكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوع الصيني أن اللجنة المركزية التاسعة عشرة اعتمدت مسودة دستور لتقدمها للمناقشة خلال المؤتمر العشرين وأشار إلى أن اللجنة المركزية العشرين ستعقد الجلسة الكاملة الأولى لها بعد اختتام المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوع الصيني وأضاف أن المؤتمر العشرين سيفتتح بمشاركة ألفين ومائتين وستة وتسعين عضوا من الحزب بينهم أحد عشر في المائة من الأقليات القومية إنجازات عديدة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم تمتد على أكثر من عشر سنوات اختصرها معرض بكين في مشهدية اقتصادية بيئية عسكرية تفاصيل أكثر مع موفد المجادين إلى بكين مهدي الديراني كل ما يقوم به الحزب الشيوعي الصيني هو السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية والسلام والتنمية البشرية قالها الرئيس الصيني تشي جي بينغ يوما منذ عام 2012 دخلت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية إلى العصر الجديد في البلاد محدثة معها نقلة نوعية في المجالات كافة بين غرف المعرض هذا قصص كفاح خطها الحزب الشيوعي الصيني في عالم التكنولوجيا والإيكولوجيا والفضاء والاتصالات والمواصلات مشاريع على امتداد الوطن أنجزت وأخرى يستكمل إنجازها فيما تصدر إنجازات عديدة إلى خارج الوطن ضمن إطار التعاون مع دول الخارج الإنجازات هذه يسعى من خلالها الحزب الشيوعي الصيني إلى استكمال مسيرة بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل وتحقيق قفزة عظيمة في التنمية المحلية والعالمية ولا تحيد الصين عن تطوير جانبها العسكري إلى جانب التطوير والاستحداث في القطاعات الأخرى ففي الجانب العسكري صفحات عديدة خطها الحزب خلال السنوات العشر الماضية وكيف لا وقد تعقدت المشهدية السياسية في المنطقة في ظل إملاءات غربية وتدخلات أطلسية لتكون هذه المشاهد أبرز رسائل بكين للرد على من يحاول التعدي على سيادتها هي إنجازات عديدة قد حققها الحزب الشيوعي الصيني خلال السنوات الماضية تنوعت بين الجانب الاقتصادي والصحي والبيئي والاتصالات والمواصلات ومع انطلاق المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي أي إنجازات قد تشهدها الصين خلال السنوات المقبلة مهدي ديراني من معارض بكين الميادين إلى 42 ارتفع عدد ضحايا انفجار المنجم في شمال غرب تركيا وما زالت فرق الإنقاذ تعمل على إنقاذ العالقين الرئيس التركي تمنى أن لا تكون الخسائر في الأرواح أكبر وأن يتم إنقاذ العمال يذكر أن الانفجار وقع في منجم في مدينة أماسر الواقعة على البحر الأسود 110 من إخواننا العمال كانوا يعملون في المنجم البعض نجح في الخروج فورا بعد الانفجار تم إنقاذ آخرين ولا يزال نحو 49 في منطقة خطيرة نظام التهوئة يعمل بنحو طبيعي حاليا بعض المناطق دمرت بالكامل والتقييم الأولي الذي أجرته فراقنا بينا أن الانفجار حصل بسبب اشتعال حريق أعلن صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر رفض التيار المشاركة في تشكيلة الحكومية المزمع تشكيلها برئاسة محمد شياع السوداني وفي بيان له حذر العراقي من تحول العراق إلى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية على حد تعبيره وأضف أن تشكيل المزمع لن تلبي طموح الشعب ولا تتوافق مع مبدأ المجرب لا يجرب أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب في أوكرانيا هي أهم عامل في تباط إلى اقتصاد العالمي واضطرابه وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن قالت ناديا كالفينو رئيسة إحدى اللجان الرئيسية أن الحرب هي أهم عامل في تباطئ النمو وارتفاع التضخم والتقلب وانعدام أمن الغذاء والطاقة وأكدت أن السعي لإحلال السلام هو الأداة الأساسية للسياسة الاقتصادية قال عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي تياري مارياني أن الرئيس الأوكراني بولودومير زيلنسكي لا يريد السلام ويحاول جرى أوروبا إلى صراع لا نهاية له وفي مقابلة مع قناة بي أف أم الفرنسية اتهم مارياني حلفاء الاتحاد الأوروبي بمحاولة إضعاف الاقتصاد عن طريق توريط بلدان أوروبية في الأزمة الأوكرانية وشدد على أن الحرب في أوكرانيا ليست حرب فرنسا من مصلحة فرنسا الحفاظ على علاقات تاريخية صحيحة مع روسيا وتؤدي دور السلام زيلنسكي ليس عدوا ولا صديقا أوروبا اليوم في دوامة خطرة وعلينا أن نسأل أنفسنا كيف نحقق السلام يحلم بعض حلفائنا خلف المحيط الأطلسي بأن تستمر هذه الحرب لمدة ثلاث سنوات لأنها ستضعف أوروبا لم يتوقع بوتين ردة الفعل الأوكرانية والأوروبية الحالية ولكن بالنسبة لي فأنا لا أشعر أن هذه هي حربي من يستطيع أن يصدق أن فرنسا في خطر في الواقع نحن ننضم إلى الحرب إلى جانب دولة تثير الطعاطف من خلال البروباقاندا واللعب على المشاعر لكننا لسنا متحليفين معها لا أريد أن يذهب بلدي للحرب وأكرر أنها ليست حربي أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الرياض ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولودمر زيلنسكي أبدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استعداد الرياض لمواصلة جهود الوساطة ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد فيما شكر زيلنسكي ابن سلمان على دعمه وحدة الأراضي الأوكرانية رجح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتر كريس كونز تعليق رئيس الأمريكي جو بايدن مبيعات أسلحة جديدة للسعودية وفي مقابلة مع شبكة زي أن أن قال كونز أن الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ سيتخذان إجراءات بشأن تعليق أي مبيعات أسلحة في المستقبل إلى السعودية أعتقد أنه من غير المرجح أن ندعم أي مبيعات أسلحة جديدة للسعودية بالنسبة إلينا أن يكون لدينا حليف كالسعودية يساعد روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا هذا يمثل خيبة أمل ومفاجأة كبيرة الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ سيتخذان إجراءات كثيرة وأبرزها وقف أي مبيعات أسلحة مستقبلية للسعودية من جهتها أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن العلاقات مع السعودية ولسيما الأمنية مهمة لأمن المنطقة كما للأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بعلاقتنا مع السعودية ما زالت هناك مصالح مشتركة وجزء كبير من ذلك هو القرية الأمنية وهو أمر مهم للاستقرار العالمي كما أن هناك نحو 70 ألف أمريكي يقيمون في المملكة نحن نراعي سلامتهم كما نراعي الأمن القومية للولايات المتحدة في المنطقة وسنعمل على ألا تضر الخطوات التي نتخذها بتلك المصالح تذكير بالعنوي إصابات خطيرة في صفوف شبان فلسطينيين خلال تصديهم لقوات الاحتلال في بلد تقراوة بن حسان اشتباكات بين هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث بريف حلب ومنصات الأخير تسحب نص اتفاق وقف اطلاق النار عبداللهيان يؤكد لبوريل أن إيران ليست أرض الانقلاب الملون والأخير يشدد على أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي التدخل في شؤونها الداخلية والوافد السعودي يغادر صنعاء بعد زيارة لأربعة أيام اتطلع فيها على أحوال الأسرى السعودي للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين.net اللغات العربية الإنجليزية والإسفر شكرا دائما لطيب المتابعة إلى اللقاء شكرا